كيفاش ممكن نقدموا الفكير باش ممكن نعمروها وكذلك الاقتراحات دي القرشلات هكا سهلين ورطبيين واقتراحات هكام تنوعا بنسبة لجميع السيدات اللي كانوا طلبو هاد الاقتراحات لانو نزيدوهم في هاد الأسبوع فمرحبا بشهوة دي الكل متنوعة اي مشاركات ولا اي طالبات هادي ناخدو اول مكرمة نفتدحو بها ما احبابنا ونسنا فأسفيم على سلمة على الخط السلام عليكم حبيبا وعليكم السلام لبس عليك سلمة الحمد لله كدير انت بخير الحمد لله بارك الله وفيك السلام عليكم بروقات السلام عليكم شكرا لك بزاف لنا وليكم شكرا عند اقتراحات ايه مرحبا ايه تفضلي سلمة كين طرت بالاناناس ايه وخا ودي ماد لين وخيط ايه تفضلي طرت بالاناناس بنسبة العجين ناخدو ميو خمسو سبعين قرم ديال بكيك شوية الملح 75 قرم زبدة نجمع القبار الزبدة وفاني وصفار بيض صفار بيضة نخلط هذا كل شيء نضيف مول يكون مدهون بالزبدة ونطقبه بفورشات نبدأ ندوزل الكريم نجمع جسفار بيضة وكاس الحليب جسفار جلبيض مع كاس جلبيض ومعرقة كبيرة ومعرقة كبيرة ومعرقة كبيرة ومعرقة كبيرة نشا نضيف سكر والحليب وكبحين ونشا والبيضة يكون فوق النار مهيلا ومعرقة كبيرة من الزبدة ثلاثة كان جلبي وقمت بك وكلام نضيف ونضيف وطبق وتقمت بك ثم لديك معاصر الأنانس بلتي عندك الكريبة يكو مادلين بالنسبة الكريبة نصطر الحليب جوج معالا أكبر ساندة وربعات البيضات كنا أخده غير صفر ضوحدة صفر جيال البيض ميلقة الجليفاني وجوج معالا أكبر جيال نشا وكاس دير الطحين وخمارة وشجم عرق بارد يلزب داوة مدوبة بالنسبة للحليب يكون بارد فسنخلطون مقادر كلها وكتكون العجينة سائلة ناخدهم غرفون ديروا العجينة سمقلة وكنت طيبوها من جوي بزوج من بعد ناخدهم 250 جرم مقلي ومهارمش و200 جرم شكولات دايف نضعوا الشكولات دايف ونضعوا باللوز مهارمش نبقونا مادلين تفضل سلمة 100 جرم زفدة 100 جرم ساندة جوج بيضات 100 جرم داقة وكبرت وخمارة وشمية الملح 100 جرم سبدة و100 جرم ساندة وجوج بيضات و100 جرم داقة البرص وشوية الملحة وخمارة وخمارة وحدات الحلوى اي supporter نضيع الضي combines جيد نضيع الضيان حتى يضاعف الحجم ونضعث الم lud وضيع الدقائق وخمارة والملح والبيض نضع الحجم نضع الدقيق وحمارة وشوية ديال الملح وهادوك جوجبيضات نضع الدقيق نضع الدقيق نضع الدقيق نضع الدقيق مع الدقيق نضع الدقيق نضغطаешь الدقيق نضع الدقيق نضع الدقيق نضع الدقيق tutto نضع الدقيق وكان كوبو غير شوية باش يبقى لاناك اطلع سوف يدخل الفرن تنسخن إلا كان ديال الضوء كانت تكون مئتين درجات الحرارة مدة خمسة عشر دقيقة ومن لك يخرج لبغيش يتزيني بمشماش وخا قلت لنا جوج بيضات نتربوهم مع مئة جرام جيل ساني دوم اللي نتربو مزيين ضيفو لهم مئة جرام جيل اسبداليين نتربو مئة جرام ديال تخيخ الفرص مع خمارة احداد الحلوى وقبيصة الملحة ايه صافي ودك سعند هنا ودوك الليمول او لدوك الكواختات اللي كندرو فيهم هاد المادلين وندخلوهم للفرن لعتك صحة شكرا تبارك الله عليك السلمة وشرفنا بمعرفة ديالك محبابيك في أي وقت من أسفي مم يبارك فيك شكرا إذا انتم نتكون سجلتوا هاد الاقتراحات مناسبين بالنسبة لوليدات يعني مشكورة قدمت لطرطة الاناناس سعني بالعجين ديال التخط وكدلك المادلين اللي هما ساهلين وخفافوا الكريب بالنسبة للي ماذا لما عندوش طريقات ديال الكريب هادين ناخدوا عائشة سعيدة مالو؟ معنا مريم من تارودانت مالو؟ مالو؟ مالو مريم مالو السلام عليكم اختصانة وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك مريم من تارودانت بارك الله وفيك اختصانة كدير اختلا باشالك بارك الله وفيك عواشن بروكالي بحضل شوك stamped وعند يساب ليب شوكولات الزباب إن شاء الله ندوزو لصريحة بالشوكولات ندوزو المقادر ناخده 150 غرام دياللوز 150 غرام دياللوز و100 غرام ديالسانيدة 100 غرام ديالسانيدة 200 غرام ديالفاني 500 غرام ديالشريحة و250 غرام ديالشوكولات ماذا؟ الزيت نقليه نحن نزل الطريقة ماذا؟ نحن نأخذ الزيت ثم نسلقنا وقصرنا ونقسموه على الجوج نحن نأخذ الجوج كمية الأولى كم تحنوها ماذا؟ ثم نقليه في الزيت قبل أن نقليه وكنا نديره الزيت في المقلة حتى يسخنوا جيدا وكنا نرميه فيه اللوز ولكن اللوز ما نخله شي تحمار تبقى كلهم دياله الدهل تربى شي تقايزين من قرمش وكنا نحطف ضبه وكنا نأخذه من بعد شريحة؟ رايحة داية كنا نضعها صوح الكسكاس وكنا نبخوها مره مره ما نقلقه وعش نشوفها واش دخلها الدهاب ولا ما دخلها ماذا؟ وتعيش نفس الشكل كنقسموها على جوج ماذا؟ ماذا؟ كن قطعوها طولي لما نقسمو الشريحة بحلا كنفتح الشريحة من اللوز ماذا؟ والنص الثاني كنديروها عرضي وبلما نقسموها كنخله كاكسينة غير بحلا تنشلو لالفوم ديال الشريحة ماذا؟ وتنشدو اللوز اللي قليناه ماذا؟ كنديروه على شكل عرضي كنديروه الشريحة اللي على شكل عرضي هلا غدا نديروه اللوز على القرقعة وسط الطمرة ماذا؟ والنص الثاني كنشدو ديك الأقرق ديال اللوز اللي تحنمها الثاني كنديروها كويرات صغار ماذا؟ وتنوضوها على المص الثاني اللي ديال المطال ديال الشريحة؟ اه من بعد كنناخدوه شوكولات وكن ندوبوه على شكل عرضي على حمام مريم وكنتندو في ديالك الشريحة هادي اقتراحة بنات بحتالوليدات اللي ما تبغوش الشريحة فعلا في المندر كتجي مزيان هكاف الفاكيه من يبغون قدمها كاشي تيفورها كافي الفواكه المشفافة تبارك اللي عليك يعني لو ما تديريتها الدرجاء ممكن يبدارها وفعلا وحتى هذك المشماشته هو اليابسته وكيجي ممتاز هات طريقة كيتفور وكيتعمر بالبيستاش وكيتغتسها كاف الشوكولات البيض وكيتزينعه كاف الوجه ديال الزوين وفي نص الوقت طالما دقضيال الزوين نحن الدرجاء يبغوش الشريحة تبارك اللي عليك مبارك اللي عليك فضلي اقترح تاني سابلي بالشوكولات واخا مريم إلا سمحتي عفك خليك معنا مازالنا سنوصل مع مريم التارودانت اللي ستقدم لنا مشكورة سابلي بالشوكولات وسنأخذ باقي المكالمات بعد الفصل رجلنا لكم مستمعنا هذه الحداش وثلاثة وعشرية نتقيقها مازاليك نستقلوا مكالماتكم الهاتفية وتعرفوا الحدكتكم من مختلف مدننا وأقالي من المغربين نتمنى أنكم تكونوا على خير نتمنى أن ان شاء الله يقبط لكم الخط ودوزوا معنا في البرنامج وتقدمونا الاقتراحات ديالكم وكذلك حتى إلا عندكم أي طلبات ولا مشاركات مازال معنا مريم على الخطة من تارودانت مشكورة قدمت لنا شريحة بالشوكولات وده بغض يمشيو بالنسبة ل الاقتراح التاني سابلي بالشوكولات تفضلها مريم تفضلها مريم سابلي بالشوكولات سابلي بالشوكولات وزبيب نزل المقعدة نخطيص على 1-50 جرام الكوكب 1-100 جرام 50 جرام 50 جرام 250 جرام 250 جرام 150 جرام 300 جرام 120 جرام 120 جرام 1 بيضة لا سمحتها فكناعودوا لمقادرة الله يجزك بي خيرا مريم قلنا سابلي تشكلا 50 جرام ديال الكوكل و 100 جرام ديال القرقاء 50 جرام ديال لول 250 جرام ديال بقاق تباية ستعة الملح 150 جرام ديال زجدة واحد كيس فاني 150 جرام ديال لأسل واحد بيضاء و للجين شوكلاة لأسود 50 جرام ديال لزجدة دوزوا لطريقة تحضر ناخدوا الكوكاو نحمروا ما تنزلوش لالقشرة نخلوه بالقشرة دياله و نتنوف نخلط الكهرباء هو الكوكاو واللوز والقرقاء و نحطوهم في واحد الإناء و ناخدوا من بعد بدقيق مع شوية الملح الزجدة و الفاني والعسل و بيضاء و نخلطوهم و نزيدوا عليهم ذاك الخالد ديال الكوكاو واللوز والقرقاء هلو ايه احنا في السيمات فضلا مري اه و نخلطهم زيان و نحصلوا على جينة و ناخدوا ذاك الورق السلفل لزيدك الورق الشفاف ايه كندهنو بشوية تعتسبتها و نوضعوا في ذاك الاجينة و نعودوه نغطيوها بدك الورق و نصرحها بالمدلس و هنا نصرحوا غير بشوية بشوية حيتي لسرحنا بالمدلس الزرباء و حتك طابلي من يتنطبعوه و ندخلوه الفران كي تهرسلينا الفران يعني احنا تنصرحوا العاجين بالمدلس و نغير بشوية بشوية من بعد نحسب المطبع اللي متوفر عند المستمعات الطابعة كنطبعوه ذاك الصابلي و تندخلوه الفران من التعطيب من التعطيب كنخرجوه و تن ديرو لي شوكلاة في حمام مريم و في نفس وقت قطعت الزرباء و قطعناهم و قطعناهم و رميناهم شوكلاة و وخا مني كنغبصو ذاك الصابلي مني طيبو تنخرجوه تنغبصو غير واحد من نص في ذاك الصابلي في ذاك شوكلاة و في نفس وقت كنزو واحد القطعة صغيرة المصدو و تتحبب ازياد و تتحبب ازياد و تتحبب ازياد ترجمة نانسي قنقر 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 نقدموه مع الفاكيره هو ولا كيوي ولا الفاكير لي عدنا كنجلولها بالنسبة طريقة وعنو لبات فيتي لكنا ناخدوها غير جاهزة كاما سنسرقاتيه بالمدلك ندهنوها كلها بصفر البيت وكلها نصفو فيها اللوزن كلها كاروية نحطو فيها اللوزن يعني لبات فيتي هكا ناخدوها واجدوها وندهنوها ندهنوها بصفر البيت وكننضربها بصفر البيت وكننشطو فيها اللوزن اتبارك الله عليك صباحكم بروك عائشة السعيدة شكرا على كل هذه القتلحات التي تخدمنا دائما إذن ماذا نغسط كل مكلمتكم الهاتفية على صفر 522-42-72-51-52-53 أو على صفر 522-43-00-09 معنا صديقة البرنامج المستمع الوفي جدا من تذنيت للا سعاد ألو إذن كان نظن على أن نقطع الخط أن ترجع تواصل معنا السعاد لأن توحشناها وتوحشنا اقتراحات من عندها سبارك الله عليها قد ندروا فاصل لغناء اللحظة ونرجعوا لسيك تقدموا لكل المستمعات باش تعمل الفائدة لجميع السيدات ماذا لنرجعوا نتواصلوا ونتعرفوا لحظة تكون مباشرة على صفر 522-42-72-51-52 أو على صفر 522-43-00-09 قد ناخدوا مكلمة أخرى رجعا للتواصل معنا سعاد من تيزنيت مرحبا سعاد السلام عليكم سانا وعليكم السلام ورحمة الله نبس عليك نبس بإذن الله بارك الله وفك الحمد لله مرحب اسلامك شكرا يخليك اختصانا سنة سعيدة هجرية عليكم وعلى الطاقام وعلى جامع المغربيات وعليكم تنتروا مكاملين ان شاء الله وواحد تحيال جلزة لطيفة لطيفة من تيزيد يقدموا لك التحيال ويرطوا المسروع ديالهم ديال الحلويات وقالت لك رحنا كنتستبدو منكم بزات وبهد بنصبل ديال برنانجر مدروا لحظة ديالهم ان شاء الله انتناولي هم صوفقين والأخت سنة من مراكش كقاص ديال كان قدم لها تهيام وقل لها سنة سعيدة وقالت سلم عليها وعلى عيشة سعيدة وعلى جامع العائلة ديالي وعلى الأخوات ديال مدراتيو ايا شكرا لك بزاف لدينا يا واحد جوز ديال فقاص راني ليحان في الطاج اللي بغاهم أخوات بالمقادير ديالهم وقايت العزوينين مجربين وحلوين ومالحين عدنا غدون ان شاء الله بالحلوين هم الولانيين عدنا واحد الزفة ديال الزفدة ومخلطها هي وزيت جب الزفدة جب الزيت ايا ايا نديروها فوحة القينة وكنزيدو لها تقريبان أنا ما كانبغيمش يكونو الخلوين بالزاب اللي بغايدير كاس ديال ديال السانيدة ولكنكن نديرو معامرش ايا ايا ناقص شوية كاس ديال السانيدة نزيدو واحد الخمارة ديال حلوة نزيدو واحد شوية قدميه زصر غانة ديال الخمارة والخبز نضيف القضيصة للملح نضيف تقريبا كاس ينقص اختياري نضيف نصف كاس زنجلان نضيف نضيف كاس مظهر نضيف مظهر ونضيف لطفق نضيف أخرج نضيف تقريبا نضيف قضيص ونحطوهما كان ديروش هادو ما فيهمش البيض كان ديروح ريبلاد ونخلوهم يرتاحوا واحد شوية واحد عشر دقاء يقول هذا فا فيوكننن حربلهم زياد ونقطعوهم نشوف على حساب اللي كيبغي يصغرهم را كيسغرهم ولي كيبغي يكبرهم على حساب ايه ايه مزان كيشوفهم القياس ديالهم عدنا نشاء الله ندوزو المالحين عدنا واحد كاس ديال زبدة وكاس ديال زيت واعطنا جل البيضات واحد تدكية الخميرة bin واحد ربعيا المعالقة fatto فرماج محكوك حمر وعدنا واحد لبصلة تكون شوية متوسطة لحكوكها لحكوها في الحكاكة الرقيقة وعدنا واحد ربعات المعالق ديال لعدنوس مقطع رقيق وشوية ديال لبزار وشوية ديال ملحة وعدنا واحد جمعالق قدار ديال مطيشة ديال حك وعدنا تقريبا واحد جمعالق صغار ديال الهريسة هذا الشيء اللي عندنا في المقابر كنزيدوا دقيقة او تاني على حساب هذا المهم القياس اللي غادي لو يتحرقلوا لنا ففوك نقطعوهم وكندخلوهم من فران حتى كي طيبوك نقدموهم بصحة وراحة والله تكسحة كيف ما قلت لنا يعني ساهلين خسناغين تبعوهم بشي لعتتين فاهلين ورقيجوا ورائعين ولوقو ديالهم را مخير زيما عدي اختسانة واحد كيكا يمكننا نقدموهم فرديين فاديك الكوائغطات كنديرو في دقيق المول فرديين او لا يمكننا نديروها كيكا كلها عارساها يارها عندي 13 جيليرة يشوفوها الأخوان عدنا اختي واحد ربعات يا ربعات البيضات ربعات البيضات ايا كنديروهم في واحد الانان وكنطلعوهم بطراب هنضيفو لهم واحد الكاس ديال الزيت وحنا كنزيدو الزيت شوية شوية ماشي كنزيدو كله وكلو نحن نطربه وعندنا كاس ديال ساندة وعندنا سميته واحد تقريبا نسمعي القديل الظاني سائل ماشي الذكية هذي كتعطي ماداق ديالها كتعطي كتر من فكار ساندة فكار ظاني نحن نطربه كل شيء نخلطه وعندنا واحد لتديل تفاحات نحن نخليهم على جانب في المقابر وعندنا كيسان ديال بقيق فنزيدو كيسان ديال بقيق تفاحات ما غدش نوصلوهم ونزيدو كيسان ديال بقيق غننخلطو كل شيء هذي اللي كان ادروع ليه وغادي إما كنديروهم في دوك الكويربات اللي قلنا وما كان عمروهم كنديروهم تقريبا نصف وحد شوية الخمارة جوجهات وغادي قلنا ما نديروهم في دوك الكويربات او أنك نديروهم في المول دائري المهم المهم نختارهم نحن نجربهم مرة كون س هذي اللي كان نشدودو تلتي التفاحات النبي لانتشافيه كثير رهات كي يجي في هزوي نشدودو تلتي التفاحات كنغسلهم وانتقلوهم كنبضاء مربعات كبار شوية مربعات كبار شوية نحبوكم له في دوك الكويربات كمساعدوهم وانتسوفهم أولئات كثيرات كبار شوية مع الطيب كي يجي وكيبقوا كيبينين ولا كيزدوا شوية وكتجي هذيك الكيكة فازقة وكتجي وغزالة زعمام جربها يلا تكسروا كذلك كتفاح مورباعات كتدردلوا عليه واحد شوية دين ساندة وكان خلو الطوام حي الموقع صافيو كنحطوه على الوجه حتى كان عمروا الوجه مزيان مزيان كان عمروه صافيو كندخلوها الفرار كان نقصو عليها النار وكتبقى الطيب صافيرة كتطلع واحد الكيكة غزالة تبارك الله عليك كل خير مرحبا بك في أي وقت شكرا لك بزاف سعاد من تيذنت على تواصلك معنا على هاد الاقتراحات اللي قدمتنا منسبة أمينة من مراكش اللي سولت واش هادوك القريش اللات دي العائشة السعيدة اللي اعطت دابة عوداتهم للا أم ياسين واش ما فيهمش سكر أنا اللي عندي في المقادر فيهم جوش كيلو ديال بخيق الفورس وزلافة ما بينزيت وزبدا وكاس ديال نفع وكاس ديال مزهر جوش خمارات ديال حلوة وجوج ساشية ديال فاني وكاس ديال لوز مقشر ومطحون وربعة ديال البيضات هادوما المقادر اللي فيهم فيهم غيل الفاني جوش ساشية ديال فاني وكيتخلطوا هاد المقادر كلها وكيدداروا لحشكل حريبلات وكيدوزوا في الزنجل المحمر ناخدو نديروا فاصل اعلاني ونرجعوا مباشرة تلسق بالمكالمتكم الهاتفية بقوا معنا جنا لكم مستمعينا وفرصة مع هذا الفاصل لاني توصلت معنا عائشة سعيدة في ربعات الكيسان ديال سانيدة فكان اعتذر بالنسبة لأمينة من المركش على الاقل بقي موجداتهم مش إلا كنت ستوجدهم شاء الله لأسبوع لفلاشية فتقنا الموقف معك أمينة ولكل المستمعات اللي بغاو يصولوا فنتمنى تكوني في الاستماع بالنسبة لهذا القرشلات ديال عائشة سعيدة لقدمتهم مشكورة لأم ياسيم فيهم جوش كيلو ديال تخيق الفورس مع زلافة مخلطة مبينزيت وزبدة واربعات الكيسان ديال سانيدة قياس ديال كاسد العنبة وكاسد النافة وكاسد ديال مظهر وجوش خمارات ديال حلوة وجوش صشيات ديال فاني وكاسد ديال لوز مقشر ومطحون وربعات ديال البيضات دوما القرشلات كيتخلطوا مزيان هاد العجين كلها فاربعات كيسان ديال سانيدة وكيدروا على شكل حريبلات وكيدوزوا في الزنجلان محمر وبصحة والراحة غادي ناخدوا مكالمة معنا أم علي من دربيضة ألو 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 السلام عليكم أم علي نبس عليك الحمد لله بارك الله وفيك واشن بروك يا ربي أمين حنا وانتوا من شاء الله للي اختك بارك الله وفيك الله عتك سحي اختك شكرا بارك الله وفيك تفيد لأم علي هادي نعطيك كيكا بسميطات ومن ثقة الحميدة باشنو غادي نقول لك واخا يلا سمحتها زيدي شو يفصد ديالك ها هو الله يجزك باخر وخا طرق الله وفيك كيكا بسميطات ايا هادي ناخدوا خمسات البيضات خمسات البيضات جوش كيسان ديال عصر ديال ليمون جوش كيسان ديال عصر ديال ليمون ايا وجوش كيسان سانيدة كاز ديال الزيت ايا ثلاثة الخمارات وطقاق نديرو بعض كيسان شوية ونحن حسب الخالي هادي نشوفوا عيننا ميزان ايا صافي هادي ناخدوا شفية جنجلان والكونفيتير باش غادي نزينوها من فوق واخا جنجلان وكونفيتير التزين التزين ايا ها ها هادي ناخدوا غانديروها في المقلة ثقيلة بسندرو فيها المسمة اا كدك ايا باش غادي نزينها بيانا واخا وطينا خمسات البيضات وكسان ديال ليمون وكسان ديال سانيدا وكس ديال زيت وثلاثة الخمارات ديال حلوة واما اربعات الكسان ديال طقيق او لحسب الخالي او لحسب الخالي ونكون في تلوزن جلال التزين وقلت لنا كتاب في المقلة ثقيلة هاد الكيكا ها ناليا تفضل أم علي هادي نخلطوا كيكا كيف ما الطرقة العادية هادي نخلطوها ايا نعبسين هنضربوه في درد دولة بالخلاص نضيف الطحين والخميرة نضيف المقلة الناس ونضيف الطحين ونأخذ أيضاً من الخليط نشفه مزيان بالطحين نضيفه 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 المقلة الكيكا يأخذ عجين الكيكا يأخذ عجين الكيكا سوف نقبه في المقلق سوف نأخذه منه شوية العجل سوف نعطيه منه شوية طاوة سوف نشوفه مزيان بحدي شوية الفورث شوية طقيق سوف نعملوها كريسة صغيرة وراء يعني بحلها نضيفه الطحين باش يتجمع شوية باش يتجمع شوية هذا سوف نسرحه فقط طبلاغ و سوف نعملوه منه بالجرارة نديرو منه نص ميطة شرائط ترقيقة سوف نضيفه بها هذا كيكة و سوف نديرو هكا و سوف نقبه بحل المربعات ايه ايه لفهمناك ده بوخة انا فعلا سوف نقبه كلها مربعات بذيك شرائط سوف نديروها بالطول و نعود و نرجعوه بالعرض فوق منهم سوف نقبه مربعات هذلك المربعات سوف نديرو فيهم شوية جنجلان و شوية الكونفسير بسهولة الجنجلة مربع مربع كون فيتار والزنجلة مربع كون فيتار مربع كون فيتار بسهولة نخصار الغريف أعطيها تجيزة ما أفضل أجي مزيزة وجي حتى منظر هادي فيها منظر دائما لا تسمع الكيكة بزاف ولكن هادي كيكة مغايرة أيه فعلا أم علينا تكسحة بارك الله مشكورة لتزيين دي لدي الكيكة أنا أعطيك لحم مع الروض كنت غادي نعطيك لحم الروض أيه فعلا أوقات عندي وقلت بكم السيدة تبدأ وتقيدوا فاحت ما فيها شو مقادر بزاف مخا مخا تفضل غادي ناخده عندنا لحم من القياس اللي بغينا ناخده ضامة دي لبنا ايه وبصلا شوية الملحة والروز روزة والقياس اللي بغينا كيلولا على حساب شنو عدنا في الدار والناس اللي معانا واللي غادي ناخده اللحم نديرو في الكوكوط نديرو معاه النص بيد كدامة دي لبنا وبصلا من القياس ما نقطعها ما ولو هكا كسينة بصلا ايه غايم كشروسة وشوية الملح صافي والماء شوية زايد باش يطلب لنا الحم ها ها غادي نسدو عليه ونخلو المده اللي غادي تفضل واخا الساعة ولا ساعة اللاربية لحسب الحم اللي عدي غادي ناخده الروز نغسلوه نرقضوه شوية في الماء هدك الصفر اللي حبته طويلة ولا بسماتي اللي حقالي اللي بغيت الديري تجي فهم ديان اذا كان بسماتي هدك احسن ها ها على ما تنقوش نعطي اسم ديانه تكش شهلس نحق شو هدك بسماتي عندهم رغي اسمية على حسب الاسمية وفيتا وانواح ايه ايه ها اكتش نأسي ها ها لدي ناخده الروز كما قد نغسلوه نرقضوه شوية في الماء ها ها ونخليوه شوية نصفوه من الماء ونحطوه حدانا على الجن ناخدو الحم من نسيطيب سنحيدوه من ذاك المعراق اضطوه في الطاول غادي ندخلوه فيها ان شاء الله الفران باش يتحمر شوية ها ها وناخدو ذاك المعراق قادي نصفوه من ذاك البصيلة ونعاودوه نزيدوه في ذاك النصف الضامة اللي خلينا ونزيدوه فيه شوية زيت العود وشوية الملح ونضوكوه هاكه واش مقاد نضوكوه البنه وش هو ذاك اللي كان ناقص نزيدوه شوية الملح نحطوه نحطوه وننرموه فيها الروز ونخليوه نبقوه ونحركوه وننقصو عليه العافية شوية نخليوه طيب شوية ونحركوه شوية بشوية هاكه سيشرب ذاك المعراق كله يعني ما كان دلي العطرية لوالو لا والو فكيف العطرية مواخا وقلا نقيا ما تليكين والله ننقصوش فيهم العطرية مواخا مواخا وشويدي الملح ودك ننص ديل دامة البنه اللي بقاس وضوكوه ندوه حما حاننا ميزان مواخا حاتك تلاحظ روز ونخليوه يطبقوه العافية والقوين حركوه يشرب ذاك المرق كله نحطوه هاكه في طبام الطباسي علينا اضاع فك منو ذاك الحمناج يعني تجي اوكلى دينا ففي فاك معشي شويضه وادا منسبة الهاي تيبروه ترس تدريدوه تبارك الله عليك أم علي نشكرك بزاف على هذه الاقتراحات ومحببك في أي وقت وعندي كيكا بالشوكولات وموخة عندنا سبعات البيضات سبعات دي البيضات وزلفة ديال الزيت الزلفة عبتي سأنا أختي لك زلفة ديال الطوص الطوص الحمراء والزرقاء إذا كنا تبقية زيال هكذا ما تكونش زلفة كبيرة وما العمرانش حتى وهي سأناك كبيرة وما عمراش هكذا مضعوا عندنا سبعات البيضات زلفة ديال الزيت زلفة سانيدة وعندنا نصف زلفة ديال الشوكولات و لا بدر ديال كاكاو نصف زلفة ديال الشوكولات غبرة غبرة ولا بدرة كاكاو ولديك وعندنا سنة عبتي سارعة الثانية والزلفة يشترك بفا هاد القوة. ايه. ايك. اربعة دية الخمارات. اه. اه. تخطر اذا بحلك اتطيبيها في المرحلة احنا هدي المحكم. غير باش منك اه. على حسب الخالق. اه. عندي ما كتروش بكك بزاف. اه. بش بقى خفيفة. اصطي مع الشوكولات. ايه. ايه. اصطي غدين اخدو الخلاط او اللي عندنا او اللي لاتطرب الكهربائي ولل عندنا. غدي نبيروا الزبايس. الزبايس الزبايس. الزبايس الثاني تاني. وهذه النسكة في قهوة. نستشعر على الدوافن. ايه. سيدنا قهوة لدينا في الماء. ايه. دعبتنا نخليه شوية المائ باش ما يخسر شنا البيض. نخليه شوية تبرد. ايه. امسان. نكتب واحداية ايا فالخلاط وسبعة البيضات. نخلطو كل مكسور 1 طاوة المترجم للقناة المترجم للقناة